بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلينا مشتركين ومشاهدين تحقيقين بعد اخوكم جمال باطفاري يحييكم في مقطع جدون قاطع تعلمنا على الجمهة طبعا مضطر وتبغي تشحن فقط بالهوز وستوانة دون عدة تطياس لغاية نشوف لك حل في اه مشكلة نقص الفريوم طبعا عندي مشكلة وارغة اهمة اه خطة راجعة في الادراع هالي فيها التسريب مش فاضي احلها صراحة بكرة عندي دوام راح احلها في وقت اخر انزل المهم شو راح تسوي اول شيء اه تتأكد ان الضغط او شغل مكيف صراحة شغل مكيف شغل حتى على اقصى اه درجة تهوية او مروحة اقل درجة ورودة تأكد ان داخلي والاي سي هذا شغال والهوى من الامان نزل تاني شيء تأكد يعني الكون عندك الراقب يعمل اوكي الهوز هذا غير بارد يعني في برودة خفيفة نزيل غير بارد شو اللي راح تسويه راح اجيب الستوانة اذا عندك استوانة اوكي افتحها تركب الهوز طبعا الهوز جهتين جهة معطوفة وجهة اه مستوية او مستقيمة سيدة نزيل ركب الجهة الغير معطوفة في هذا المنطقة نزيل وترك الجهة المعطوفة بروحها اجيب لك عدة القياس هذا الزرقة نزيل جيب الستوانة او جيب الهوز تركبه او الجهة هذه جهة الهوز الميتوية تركبها تركبها هاني تركبها هاني تشد عليه بعدين طبعا الستوانة الحين مقلقة نزيل اه ما راح نضغطها راح احرب او راح افضي الغاز اه من الستوانة اول من هالجهة هو بالغاز راح افضي افرق الهواء راح نفتح المحبس هذا الكامل الحين فيه غاز في هذا المنطقة نزيل راح نفرق الغاز من هنا شوي نفرق الهواء نزيل وراح نسكر على هذا نفرق الهواء اول ما راح تضغط عليه راح يشحن غاز نفرق الهواء نفرق الهواء نفرق الهواء نفرق الهواء نكمل الشحن مع مراقبة الهوز صراحة الهوز هذا تحتراق به بغاية ما نشوفها يبرد او يعرج شوية فقط لان هذا الطريقة راح تكون من غير جيد انك تستخدمها بدون عدة غياص حطي ذك على الهوز نفرق الهواء نفرق الهواء نفرق الهواء اذا بدنا بالضغط سكر المحبس لعدد الشحن او اسطوان الشحن نزيل راح تكون العملية بطية صراحة لانك انت جالس تشحن الاسطوانه مستويه راح بده يبرد صراحة نزيل راح توقف سكر الله بس هذا هالي طبعا طريقة مشي حالك مزيل انتظر شوي اوكي بده يبرد بارد ما شاء الله هذا مسكر طبعا لا تشحن باستمرار انتظر انتظر بده يبرد ما شاء الله بارد طبعا سكرت محبس الاسطوانه بارد يعني ايدي بارده صراحة هذا طبعا طريقة تفتح شوي فقط خمس ثواني بسم الله واحد او عشر ثواني اثنين هراث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر تسكر ممكن ايضا تفحص البرودة داخل برودة جيدة مقبولة الضغط الالحين ما فصل طبعا ممكن احيانا ما رح تحصل رطوبة على المسورة هذه لانه الجو غير رطب صراحة لكن المسور رح تكون باردة امانتا رح تكون باردة المسورة خمس ثواني بسم الله واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع اتنين 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 اصدق نرخ اتنين من السبب بارد جيد طيبة شو هي ممكن نزيده شوي لا بند قصل الضغط ببين او لم الضغط هذا الخف الريس عندي لانه هالي الكتروني ممكن قليل فقط ايضا خمس دواني بسم الله واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سابع ثمان دمدنة على الثمان فايته جن اشتركوا في القناة بس انتظر الضغط لغاية ما يفصل صراحة اريده يفصل او كمبرسل الهين فصل اشتركوا في القناة ثلاثين ثلاثين ثاميع اقل من ثلاثين مقروض اشتركوا في القناة 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 ثلاثين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة